اشتركوا في القناة التقرير ده اهميته في انه لا يقل خطورة عن مافيا تجارة الاعضاء ومافيا السلاح ومافيا المخدرات اذا كانت مافيا تجارة الاعضاء ومافيا المخدرات بتهدد امن واستقرار المجتمع فمافيا تجارة الاثار لا تقل عنهم خطورة هنتكلم النهاردة معكم وهنروح اماكن بكامرة المشكلجية وهننزل ونرصد من تحت الارض كل اللي كانوا بيعملوا في التقرير معنا طبعا الشارع ده احنا كل ما بنسمع بنسمع ان فيه بيت بيحفر جوه مدينة جوه قرية مش ان يكون شارع شغال على الحفر ان واحد يجي يكون عايش برا مصر ويجي يشتري بالخمس ست بيوت ويبدأ في اعمال التنقيب الشارع طبعا الناس اشتكت الجيران طب ايه الحل؟ الحل احنا مش قادرين ان احنا نقعد في الجو ان البيوتنا مهددة بالانهيار في اي لحظة؟ لا انت ليك حاجة من الاثنين يتستحمل وتقبل بالوضع الراهي ان ممكن بيتك يقع عليك في اي لحظة واحنا شغالين في الحفر يا اما تاخد مبلغ ما يجيش ربع تمن بيتك وتطلع من المنطقة خالص ده حال الناس في المنطقة دي فوة العلوية محافظة كفر الشيخ رحنا بكاميرا المشكلجية وزي ما انتوا شايفين الشارع كله تكسير الشارع من بدايته من اول ما دخلناه تكسير بيوت مشروخة شروخ في كل مكان بيوت بالفعل نهارت ودخلنا قلنا ان احنا ننزل ونشوف البيوت دي يعني من قرب بقى دخلنا الناس طبعا فيه تكتيم رهيب ممنوع حد يتكلم معاك انت غريب من برا المنطقة مش هنتكلم معاك الناس حتى المتضررة من الوضع مش قادرة انها تتكلم خايفة من الدجالين اللي كل ما حد يجي يتكلم يقولوله هنجيب لك الدجال يهددوهم بالدجالين والمشعوزين زي ما انتوا شايفين كده البيوت دي كلها بسبب الحفر اللي من تحت ممكن يكون بيت البيت اللي جنبه بيحفر عشان يعدي يعدي من تحته فيعمل تصدع في البيت زي ما انتوا شايفين المنظر بالزبط ده بيت هو جاله امر ازالة لانه بدأ انه هو يوع بالفعل فخلاص جاله امر ازالة وعلى العلم اول ما بتيجي المعاينة يعني تطلع معاينة ان هيجي تحصل معاينة للبيت عشان يشوفوا الوضع الناس دي بتحفر ولا لا او الكلام ده يقوموا ردمين فورا الدور التاني على الارض عشان يديروا اي اثار للي هم عاملينه تحت كل طبعا التكسيل في الشرع ده بسبب الحفر اللي شغال هم اعتقاد منهم بالذات في الشرع ده ان فيه ناس اعتقاد منهم ان لا ده احنا فيه واحد عادي يقوله ده انت تحت بيتك كنز الصبح يكون حفر يبدأ اعمال الحفرة على طول نزلنا عشان نشوفها من تحت كمان دخلنا بيوت كان جايل لها امر معاينة خلاص اتكشف المسطور وبين ان البيت فيه تحت منه حفر شايفين شكل البيت عامل ازاي الردم طبعا اللي حصل ده حصل عشان يداري على معالم الحاجة خالص يداري عليها تماما زي ما انتو شايفين ده شارع كده احنا يعني ده بيت واحنا كده داخلين على شارع بقى الشارع كله احنا ماشيين فيه دلوقتي ده بدايته بدايته طبعا فيه بيوت كانت البيوت دي عبارة عن عشة مرة واحدة طلع بأمارة اللي هي كانت متصورة دلوقتي دي حاولنا برضو ان احنا نتكلم مع الناس هناك لان كان في الشارع ده فيه عربية وهي وقفة عربية نص نقل عادية خالص سقطت تحت الارض طب سقطت ازاي لا لوحدها لوحدها ايه يا جماعة سيكات حمولة زايدة هو ده الطبيعي ان حمولة زايدة تقع العربية كده تحت الارض طبعا حاولنا نتكلم معهم مفيش اي حد بيتكلم في اي حاجة مفيش حد عنده حتى انه هو خايف كلهم خايفين من بعض خايفين من بعض من الفزع اللي مسببين هولهم ان انت هنعمل لك السحر الفلاني هنعمل لك معرفش ايه هنجيب لك المشعوذ وعايشين مع الناس على النظام ده ده كده الشارع وده المكان تحديدا العربية نزلت فيه حاولنا نتكلم مع الناس طبعا ما فيش حد عايز تتكلم خالص هي واحدة اللي لقيتها فتحت الباب وقالت تعالي صوري جوه معي في البيت تعالي انتي خايفة ليه تعالي صوري جوه في البيت وكأن المريبة يقول اخذوني ده خالتنا البيت عشان تثبت ان هي برا الموضوع وهي الست دي اللي كان عليها الشبهات يعني البيت ده تحديدا هو اللي كان عليه الشبهات انه هو في حفر يعني جاي البلاغ على البيت ده زي ما انتوا شايفين ده احنا حاولنا ننزل في البيت التاني اللي كان خلاص جايله المعاينة نزلنا تحت طبعا كان الحفر 25 متر 25 متر تخيل بقى مدى المعاناة وانت نازل مفيش اكسوجين ليل جدا ريحة فضيعة ظلمة فاحنا يا دوب وصلنا كمان لبدأ الاضاءة تخف ان احنا ما نقدرش شايفين حاجة فوقفنا لا مش هنقدر نكمل احنا مش شايفين حتى السلم اللي نازلين عليه مش شايفينه هو ده كده شايفين طريقة بناء المكان عاملة ازاي حفرين بطريقة عشوائية بين السلم لسلم يعني عمل حتة مسلح سايبها سند على ما فيش يعني مش حاجة اصلا تحتها ده مدخل البيت من برة بيت من البيوت اللي دخلناها برضو كان فيها تنقيب على الاثار ده مدخله من برة طبعا هو صاحبه وعايش برة مصر وفيه ناس اخوه هو اللي بيجي بيحفر بالليل بعد قبل الفجر يبدأ الحفر والناس تشم الريحة بتاعت بخور عشان طبعا الريحة اللي بتطلع من تحت الارض ما بتبقاش كويس بس الناس يعني هم شايفين ان بوابة مقفولة اخوه بيجي بس يبص على البيت ويمش طبعا ده مدخله بنا بيبني عادي الناس سمع لو في خط ولا حاجة يبقى هو بيبنوا البيت تحت الانشاء لسه طبعا احنا كده داخلين لسه عشان نوصل للحفرة بصوا السقف يعني عاملين المسقط بتاع البيت قفلينه عشان ما يكونش فيه اي حد مجران يقدر يطلع عليهم انتو بتعملوا ايه يعني قفلينه كمان يعني سدين المسقط فطبعا يعني ناس عارفة هي بتعمل ايه مش عاملها عشوائي كده برضو ده كان من الاماكن اللي لقينا فيها الناس دي شغالة على الحفر يحفر بقى بس ده ايه في وسط المكان المفتوح ده يحفر حاجة بسيطة ويطلع يعني شغال ان هو يحفر حفرة على تل اللي هو التل اللي بيقوله علي التل الاحمر او الكوم الاحمر ده مكان تاني كانوا هم بينقبوا عليه برضو يجي يحفروا حفرة وبالليل محدش يحس بيوم المكان زي ما انتو شفتوه فاضي تماما فيش اي حاجة فيه مفيش حركة مفيش بيطقطع كل حاجة من بعد المغرب خلاص الدنيا نامت هناك وهم ما يبدأوا شغلوه موضوع التنقيب على الاثار بقى موضوع خطير بجد لانه بقى بيهدد الحضارة بقى بيهدد تاريخنا فلازم يكون فيه وقفة ايه يعني اننا ايه يعني اننا ييجي ويلقوني حفر تحت بيتي ويخدوني سنة لثلاث سنين ياريت يكون فيه اجراء حاسم مع الناس دي ويكون فيه عقوبة حقيقية معانا الفقرة القادمة ان شاء الله هتكون معانا ضيفة فاشون ديزاينر جاي في الطريق راميا زعلوك انتظرونا بعد الفاصل وارجعنا لكم بعد الفاصل وبرضو المشكلجية مش هتبقى كلها مشاجر لو اكشن لا كمان هناخدكم الفقرة بتهم كل سيدة وكل بنت مصرية هي الفاشون والموضة ومعانا النهاردة فاشون ديزاينر جاي في الطريق معانا راميا زعلوك شرفنا بك يا راني ها شرفت بحضرتك وتشرفت ان انا معارضة معاكم في الصحابة جميع اهلا بك قولنا بقى يا راميا احنا دلوقتي كي بنات كتير جدا بيكون عندها مواهب بس ما بتكتشفهاش او ما بتعرفش ان عندها موهبة انت ازاي البداية دي جات معاك عرفت ازاي ان عندك الموهبة دي ازاي الحكاية بدأت ازاي الحكاية بدأت من وانا صغيرة طبعا في كل بيت زمان كان لازم زي ما بيبقى فيه تلاجة وبوتجاز وغسالة لازم يبقى كان فيه مكناة في البيت كانت والديتي دايما بتخيط على المكناة وبتعمل احلى شغل وكنت دايما انا قعد جنبها اترقبها واشوفها بتعمل ايه كنت بتقعد تتفرج على دفلات وعروض ازياء وتبتكر وانا جنبها بتفرج وبتعلم خطوة بخطوة لغاية لما لقيت من نفسي بقى اقول لها يا ماما ايه رأيك الموديلة ده طب ايه رأيك لو عملنا رسمة جلده وحفرناها وطرزناها مش هتبقى حلوة يعني كنت تقترحي عليها كمان اه كنت دايما انا اعدل من الحاجة اللي بنشوفها مع بعض على في الدفلي كنت بتجيب طبعا زمان كتل بوردة بتنزل بصور للموديلات احدث موديلات كل سنة في راس السنة وكنت دايما كل ما تفرج على الموديل اعدل فيه لدرجة بقى عندي ادمان كنت وانا بذاكر اعد ارسم الموديلات على الكتاب وانا بذاكر يعني تلاقي كتب كلها كتب موديلات كان في سن ايه كان عندي كم سنة تقريبا يعني من اول ولا عدادي كده وانا برسم صغيرة اه خالص فانا طبعا كنت صغيرة وماما تايما اقول لها ماما ان نفسي اصمم موديلات ويبقى عندي بيوت سنتر للازياء وكده فقالت لي بكرة تجبري وبكرة كل يوم اقول بكرة طب بكرة لما تبقي في السنوال عما نذاكر عشان نجيب مجموع وندخل كلية كويسة طب لما ندخل كلية طب لما نخلص كلية عشان بقى نفضل ويبقى شورانا حاجة نعمل اللي احنا عايزينه ويوم ورا يوم ورا يوم جاب ويوم ورا يوم لغاية لما جبرنا بقى دلوقتي وقلت بقى لأ خلاص انا لازم ابدأ اصمم واعمل لنا نفس شي يعني نقدر نقول ان ماما كانت هي الباور ليك او الطاقة اللي خلتك انك تتحركي شري القماش اللي انت عايزها باللون اللي انت عايزها وكت كل حاجة انا اصممها تنفذها بالحرف لدرجة ان احنا كنا بنودي برا حد يطرز على الجلد لان الماكنة اللي في البيت ما كادش بتعرف تطرز كنا بنقطع الوردة ونحفرها ونوديها للراجل برا يعملها على القماش وماما اطرزها بقى بالخط والابرة والخرص وكده يعني مش وقفين بس على الامكانيات المتاحة في البيت لا بتحاولوا كمان كتير وبنات كتير جدا بيكون عندها مواهب بس ما بتعرفش تعمل فيها حاجة يعني بتشتغل ازاي يعني تنميها ازاي بما انك انت واحدة ما موقفتيش عند الموهبة بس انا بنصح كل بنت ان هي لما تلاقي نفسها كده في حاجة ومميزة عن اي حد ولما تلبس الحاجة اللي هي عاملها بأيديها الناس كلها تستغربها وتقول لها جايبها منين وعملها فين تنمي ده ما تتكسلش زي وتقول لها مجبر وخلص دراستي دلوقتي الشباب مختلف خالص دلوقتي النت اوسع ومجالات الفاشن بقت اوسع وطريقة التواصل بقت اسهل يعني انا دلوقتي اقدر اتصل باي حد في اي مكان في العالم زمان ما كانش الكلام ده مين اللي هياخدك ويسافر بيك القاهرة ولا يسافر بيك تروح تاخد قرص في اسكندرية دلوقتي الكرصات على النت اونلاين وحتى الفلوس بالكريدت اخدت كرصات اخدت كرصات وخدت دورات وكل ما ده كنت كل ما ده بتعلم وكل اي حاجة جديدة في الفاشن تنزل هنا جوه مصر او برا مصر اتفرج عليها وانميها وسبحان الله هي بتبقى من عندي ربنا ان انا لما بشوف حاجة بعرف اعدل فيها مني النفسي كده يعني مثلا انا كنت فيه ليه واحدة صاحبتي كان عندها منقشة رسالة ماجستير وكانت عايزاني انزل اشتري معها طيب فانزلنا جبنا تونيك عادي جدا خالص فكانت اقصى امانيها انها تبسه على بانطلون قلتها لا ما تبسه على بانطلون هو كان كده يعني هو كده ومفتوح كده يعني هو كده ونزل كده بتعديه كمان في الحاجة اه بتعديه شرط تاخده طاقم ديما اه ده لو جبتي له بقى فستان شانيل وهو كان تايجر رصاصي في سادة عملنا فستان رصاصي سادة تحتيه ومش طويل لغاية هنا وجبنا له بوط تايجر نفس لون الطاقم وجبنا له طرحة تايجر طبعا لما خلص ما كادش متصورة ان التونك اللي كان اخره حيتلبس على بانطلون بقى بالشكل ده وكاد فرحانة بالطاقم جدا يعني فضل تلبسه سنين سنين وكل ما تلبسه تفتكره جي نظرية كمان اقتصاديا يعني بتعديلي من الحاجات اللي عندك وتلبسيها بشكل جديد اه انت ممكن كمان في دولابك لو عندك بروفل بقى له كم سنة ومعايزة تشحتين لا ما تشحتهوش انا دلوقتي بقيتبع اعمل شغلة كرشي الشغل الكرشي ده بينطق اي طاقم يعني انا كنت من الالوان اللي بكرهها طول عمري الرصاصي والبن اكرههم كره العامة عشان الالوان المدرسة وكان استحالة اختار في دولابي لون من الالوان دي فانا في يوم رحت انا دلوقتي بقيتبع اشتغل كرشي وطبعا الكرشي طالع موضة جدا اليومين دول في العباية نزل لها اشتغلي كمان كرشي اه كرشي وتوريكو العباية ينزل لها السادة خالص وينزل لها كولي كده كرشي ينطقها جاكت ما فيوش حاجة خالص غير وردتين كرشي ينطقها فانا كان عندي بروفل وعزيز علي قوي وجاكت بتاع ماما صراحة وجاي من انجلترا وهو الشياكة جدا ولونه للأسف بني فانا قمت نزل السوق وايه وبتفرج على الخيوط كده اخترت كم لون وقلت دول انا هعملهم والله والله ساعة ما كنت بشتري الخيط انا ما نعارفه انا كنت هعمله ايه ساعتها ما كانش فيه تصميم فيه بس هو جاذب نظر اللون فقمت جايب الخيط وعملاه فببص بقى في عروض الأزياء وبفرج على الفشل فلاقيت حاجة كده وقمت جاي عاملاها كان لونه هفون كده طب احنا عايزين نشوف الشغل بتاع استاذة راميض يا ريت يا جماعتك بقولنا التقرير فيه شغل فيه كفية كده لونها هفون وعملت لها ورد 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 وبعد ما عملت الكفية عملت الطاق يعني انا مش جايبة الكفية للطاق مكلفة الحاجات دي يعني مكلفة ان انا اعمل قطعة في البيت تكلفني كده لا 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 ما تكلفكيش حاجة خالص في حين ان انت لو اشتريتيها من اي توكيل غالية جدا يعني اي قطعة من دي مثلا تعدي فوق 250 جنيه لكن في البيت لا هو تمنى لصوف ويدك انت طبعا انت اللي بتشتغل بيدك بس هي طبعا بتحتاج دقة شوية في الشغل وبتحتاج اتقان لان الغرز دي انت عارفة وتقولي حبها اهم حاجة هو ده انت عارفة لو مش حبها هتبقى تقيلة على قلبك وايه ده اللي مصبرك تحميلي كل ده يا شيخة ده روحك تطلع لا انا ما بيهدليش بال غير لما بخلص الخط اللي انا شريعة الخط اللي انا شريعة ده لونه ايه افضل اشتغل 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 وسبحان الله وانا بشتغل تطلع الافكار في دماغي ما ببقاش عارفة لا هي حعمل فيها ايه ولا اللون ده هيشتغل على ايه ده واحدة منهم ده كان جاكت جينسي قديم عندي وحبيت اجدده فلبستله شميز وبنطلون اسمر وعملت الكولي ده هو اللون الزهري واضح لي ايه بقى ده شغل ايه كله ده كروشي وعملتله خيوط تركو عشان يبقى عامل زي الكوليه كده الكوليهات الجديدة كلها نازلة بشارشيب كده فحبيت ان انا عاملها وعملتلها زي وردتين طيرين كده عشان يبقى عامل زي الورد المحفر في الكوليهات كده دي كفية حمرة ورد بارس فيها كور بارسة كده كنت جايبة كان عندي بالاخص يعني بوط احمر مركون فقمت عاملاله الكفية دي على طاقمها اصمر طيب قوللنا بقى انت يعني عايزة تكوني fashion designer مميزة ويكون لك براند خاص بيك ايه الحاجات اللي انت بتطمحي عشان تمشي عليها بعد كده انا نفسي صراحة يبقى عندي مول center كزا دور اللي عايزة تشتري حاجات جيلي تسلمي من نفسها اشتري لها بقى الطاقم والكليه الاكسسوريز تفتغليه كله الطرحة الشوزة يبقى عندي ده في ال center وانا اختر لها من الالف للياب يعني ممكن تركيبي لونين مع بعض انت ما تفتكرش خلص انهم يعني مثلا الفوزدقي ده مايجيش في بالك خالص يا تلبسين مع بني تلبسين مع كحلي طب البسيه كده مع فوشيا البسين مع بتنجاني حينطقوا جدا فيه الوان لما بتمزجيها مع بعضها تديكي لون تاني جديد خالص ما تتصوريش اصلا ننسي ممكن تلبسي اللون ده يعني مايجيش في بالك فيه كفية برضو هنا انا كنت عاملها بيضة اللون لا بيض طبعا انا ما بحبه انا بحب الغوام بس حبيت يعني كان كل اللي يشوفني يعني انا طبعا بشتغل فكل اللي يشوفني يقول لي ايه ماما اللون ده مش حلو وصحاب يقول لهم كفية دي شكلها هتترمي في الارض اقول لهم طب ازبروا على حالكو بس طب ازبروا في الاخر وانت عاملالها الورد الطير ده والورد ده نزلت منه حلقات عشان تبقى زي الاكسسور وبعد ما خلصت نطت في دماغي فكرة ان انا اعملها حزام كمان كان عندي سلوبيتة اصمر ده كويس بتجيلك الافكار اه فقلت اعمل الحزام الحزام طالعه موضة جدا مع الكوليه والكوليه مش كوليه بس ده كفية في البرد بيدفي وجبت لهم بود نفس اللون السلوبيتة ده كان مقطوع من هنا وكان بايز وكنت حرميها شحط فجيه في بالي ان انا اعمل له الكفية زي الاكسسور والحزام واجب له بود ابيض ما كلفنيش حاجة اه اه اقوى بود 100 جنيه والطقم ما كانش هيترمي ما كانش هيعمل حاجة بس تصراحة كل اللي شافه بقى بدأ يعلق عليه فانا بقولك ممكن يكون من لون قديم انت قطعة قديمة عندك في الدولاب او لون انت ما بتحبهوش تطلعي عليه شغلي تاني خالص وتحسي انه هو جاذب نظرك وان انت تقدري تنجزي فيه والاهم من ده ان كل اللي يشوفك يعجب بي يعني يقولك الله انت جايبه من ايه ده بقى اللي كان بيخليني شغلك مميز شغلك مميز فعلا اه يعني وانا حاسة ان الوقت مش مكفينا ان احنا نعرض كل الشغل بتاعك لان احنا في حاجات كتير عايزين نعرفها وعايزين يعني تقولي البنات برضو يعني افكارك الكويسة دي لان يعني مش كل البنات عن ضد طموح بتاعك ده بصراحة يعني فيه بنات بتبقى قاعدة لا ده انا مش هسافل لا مش هاخد كرسات او الله ده نصحة مني لكل بنات تنمي نفسك حتى لو انت في عداد ومذاكرتك لو انت بتحب الحاجة دي حتسيب لها وقت صغير قد كده كل يوم ساعة انامي نفسي واخد كرسات واخد دورات في اي حاجة مش بس في الفشل في اي حاجة اكيد طبعا بتخلي البنات يعني انت لما يبقى لك اسمه وانت صغيرة غير لما تكبرش اكيد طبعا واحنا طبعا نتمنى الوقت كان يبقى اكبر من كده واكيد ليك لقاء تاني معانا واستاذة رامية وكلمة اخيرة كده عايزك تنصحي البنات بقى بايه عشان يبدأوا يتحركوا تنصحيهم بايه البنت ما تستناش لتخلص تعلمها لما يبقى عندها موهبة ولا تستنى العريس ولا تستنى الزوج ولا تستنى الخلفة تبدأ يومها من اوله والسلمة خطوة بخطوة بتكبر جدا رمية وان شاء الله يكون لدينا لقاء تاني وعزائي المشاهدين بكده بنختم حلقتنا النهاردة ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا والاسبوع القادم مع حلقة جديدة من المشكلة الجاي انتظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر